لماذا لا لدينا كهرباء؟ شكرا جزيلا السؤال بسيط وتفصيل طويل لدينا كهرباء سيد نجم قبل سقوط النظام كان انتاج العراق 3,000 رعون ميجاوات الآن لدينا العام 21 و 141 إن شاء الله هذه السنة سيكون لدينا 25 ميجاوات أي زدنا بحدود 700% من الطاقة الانتاجية خلال السنوات الماضية ولكن الكهرباء عصب الحياة وطبيعة تغيير الحياة الاجتماعية الإنسان العراقي استخدام الأجزة التكييف والتبريد وأيضا الزيادة الكبيرة في السكانية والعشوائيات والحمد لله الناس عنده مبالغ ويقدر يصرف ويبني طلبات أكبر من المتوفر من الطاقة كان هناك خطة فترة بالوزارة قاموا ببناء مجموع من المحطات وكان هناك خطة لحد سنة 2014 الخطة بصراحة توقفت أو بسبب دخول الداعش وإنهار أسعار النفط لمدة ثلاث سنوات تقريبا أن هناك شبه توقف في مجال بناء محطات وخطوط ومحطات سبستيشن ليس توقف بل توقف شبه توقف لأن معظم واردات الدولة ذهبت باتجاه محارمة الإرهاب والداعش الإرهابي خلال القروض الدولية والأعمال الجارية في الوزارة التي سبقون يقاموا بجهود كبير وأنا جاءت كمالت وإخواني كوادر الوزارة مثل ما تفضل لدينا كوادر جيدة وكوادر مهمة وفنية إذا توفرت أسباب وسائل النجاح إن شاء الله نحن نقدر نتغلب على هذه المشكلة وضعنا خطة أمام مجلس الوزارة أنه خلال الفترة القصيرة يصبح لدينا 6 ألاف إلى 7 ألاف ميجاوات إحنا قدرنا إن شاء الله الحمد لله شكر نوصل إلى هذا الرقم بسبب مشاكل عدم توفر غاز مرات أو مشاكل مالية أيضا والسنة المتوسطة المدى ممكن زيت بحضو 6 ألاف ميجاوات إضافة إحنا خطتنا إذا توفرت المال والدعم من الحكومة العراقية خلال سنوات ثلاث سنوات ممكن نوصل لا أختلف قلت الآن تعرف الآن أني أتكلم مع جنابك أنا أحتاج 13 إلى 14 ألف ميجاوات حتى المواطن العراقي يصبح عندنا 24 ساعة كاربا حتى يكون هذا واضح للحيان أنا أتسابق مع زمن لبناء محطات لبناء الكمباين سايكل الوحدات حتى نولد طاقة من الغاز العادم الطالع من المحطات لدينا خطة أخرى أيضا لبناء مجرى من الحطات في مناطق الصراع مناطق من الموصل إلى القائم خسرنا بحدوث 6 ألاف ميجاوات إضافة كانت جاهزة للعمل أو شبه جاهزة للعمل للأسف الشديد بسبب عمليات العسكري الآن بدأنا خطة طموح إن شاء الله نبدأ بالبناء ترجمة نانسي قنقر